كشفت صحيفة يادعوت أحرانوت عن اجتماع عقده نتنياهو لمناقشة خطوات من المرتقة باتخاذها وذلك في حال استجاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية لطلب المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يواف جالاند الصحيفة قالت إن المناقشة التي حضرها وزير العدل ومستشارون نتنياهو للشؤون الاستراتيجية والقانونية قد أقر فيها رئيس الوزراء بمخاوفه من استجابة المحكمة لإصدار مذكرة الاعتقال وبيّنت أن نتنياهو يتوقع صدور هذه المذكرة ربما قبل رحلته لمخاطبة كونغرس في الرابع والعشرين من يوليو وقالت إن نتنياهو قد ناقش خيار الاتصال بالمدعي العام كريم خان شخصيا لكنه تراجع عن ذلك ولم تستبعد الصحيفة أن تكون أوامر الاعتقال قد صدرت بالفعل سرا لمنع أي طرف دولي من تعطيل هذه الإجراءات معي مباشرة من القدس مراسلة الحدث لانا كولا غاصي أهلا ومرحبا بك إلانا إذن لو تنقلين لنا الأجواء تحديدا بما يتحدث عنه الإسرائيليون السياسيون في إسرائيل ربما مخاوف الليكود وتحديدا نتنياهو ربما من قرب هذه الخطوة المتعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقالت بالفعل حقيقة تخوفات كبيرة في الليكود طبعا برئاسة بنيمينة تنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وأيضا تخوفات لدى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جلد حقيقة بالأمس كان هناك جلسة طارئة جاهة بنيمينة تنياهو مع مستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية وأيضا مع وزير العدل الإسرائيلي نتحدث عن جلسة مهمة وطارئة كانت بالأمس استمرت لساعات طويلة كان النقاش حول الإجراءات المتعلقة بهذا القرار بمعنى إذا فعلا تم إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمينة تنياهو وأيضا ضد وزير الدفاع يؤف جلد ما هي الإجراءات التي سوف تتخذها إسرائيل بعد هذا القرار ولكن حتى الآن حقيقة لم يكن هناك أي مؤشرات لا مؤشرات إيجابية ولا حتى أي مؤشرات سلبية بمعنى لا يوجد مؤشرات تدل حقيقة إذا سوف يتم استصدار مثل هذه القرارات أو حتى رفض إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو ولكن حتى من ناحية أخرى لا يوجد أيضا فترة زمنية بمعنى هناك بعض الأمور التي يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات خلال شهر ولكن ربما أيضا يعني تتخذ أكثر من ثمانية أشهر وبالتالي هي مدة زمنية طويلة ولكن بنيمينة تنياهو حسب صحيفة يدعوت أحرنوت يعني نقلت عنه يدعي بأنه من الممكن أن يتم إصدار مثل هذا القرار هذه تخوفات كبيرة خاصة بأن أكثر من مئة وعشرين دولة هي قامت بتوقيع على اتفاقية روما والتي بالأساس تضم صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وبمعنى رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا تم إصدار مثل هذا القرار سوف يمنع من السفر إلى مئة وعشرين أو ثلاثة وعشرين عفوا دولة حول العالم ومن ناحية أخرى كان هناك مثال أعطته صحيفة يدعوت أحرنوت بأنه إذا تم السفر من طائرة خاصة لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمينة تنياهو وبسبب طارئ تم هبوط هذه الطائرة في أحد هذه الدول فسوف يتم اعتقاله وبالتالي هذه أيضا إجراءات كبيرة ومهمة بالنسبة لإسرائيل وتؤدي إلى تخوفات عميقة حقيقة خاصة بالليكود داخل إسرائيل أو داخل الركوب الإسرائيل ما حقيقة أنه بالفعل هناك تواصل إسرائيلي بشكل وبسياق معين مع دول غربية مع الجنائية الدولية ربما حتى مع كريم خان في سبيل تقليل تقليص تجاوز موضوع أو مسألة مذكرات الاعتقال الصحيفة الإسرائيلية كانت تقول أنه ربما يكون هناك بالأساس استصدار مثل هذه القوانين ولكن سرا حتى لا يكون هناك تلاعب أو حتى ضغوطات دولية أو ضغوطات من بعض الدول لمنع مثل هذه القرارات ولكن حتى الآن حقيقة ربما هذه أمور سرية وداخلية جدا لا يتم الحديث عنها علنا لا لوسائل التواصل الاجتماعي ولا حتى لوسائل الإعلام وبالتالي من الممكن أن تكون مثل هذه القرارات خاصة بأن الولايات المتحدة كانت قد تحدثت مرارا وتكرارا في الأشهر الماضية بأنها تحاول الضغط على المحكمة الدولية ولكن حتى الآن حقيقة لا معلومات بخصوص هذه النقطة لنا هل صحيح بحسب بعض التصريبات لربما حتى بحسب ما جاء في يدعوت أحرانوت أن مسؤولين إسرائيليين آخرين يعني غير نتنياهو وغالند أصبحوا يخشون كذلك من إدراج أسمائهم في المسار ذاته بأن يصدر كريم خان بعد ذلك مذكرات اعتقال بحقهم بالفعل هذا الأمر منتشر ليس فقط كما تحدث لداء السياسيين إنما أيضا داخل الجيش الإسرائيلي هناك أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين والضباط حتى الذين قاموا بتقديم استقالتهم بمثل هذه الأسباب خشية من أن يتم حسبتهم في المحاكمة الدولية مستقبلا وبالتالي هذه النقطة أيضا مهمة وتثير مخاوف كبيرة داخل الجيش الإسرائيلي لأنه بطبيعة الحال هناك أيضا جنود إسرائيليين لديهم أيضا جنسيات أخرى وجوازات أخرى وبالتالي هم يخشون أيضا أن يتم محاسبتهم من قبل الدول الأخرى شكرا جزيلا إذن من القدس مرسلة الحدث لنا كلها سيعطيك العافية لنا ترجمة نانسي قنقر